هل يطرى في بعض منتجات الالبان المفروض نتجنب شرائها تماما من السوبر ماركت? وهل ينفع نستخدم عرق الحلاوة في عمل المش والجبنة القديمة في البيت? السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير? النهاردة لسه بنكمل مع حضراتكم سلسلة الحلقات اللي بنتكلم فيها عن منتجات الالبان. بس قبل منبدأ حلقتنا مش محتاجة اذكر حضراتكم ان المحتوى الهادف بيموت بالمتابعة الصمتة. تعليق حضرتك ومشاركتك بيوصل الفيديو لعدد اكبر من الناس. كل مهنة يا جماعة فيها الكويس والوحش مش معنى الحلقة بتاعت النهاردة ان كل السوبر ماركت او كل محلات البقالة بتغش في منتجات الالبان او بتعمل حاجات غلط او ممارسات خاطئة في صناعة منتجات الالبان ولكن الغرض من الفيديو النهاردة ان احنا ناخد بالاحوط عشان نحمي صحتنا او صحت اسرتنا. واكيد كلنا لما بروح السوبر ماركت نشتري مثلا جبن رومي. الموظف الموجود في السوبر ماركت او البقال الموجود في السوبر ماركت بيسألنا نحب ننضف الجبن الرومي ولا لأ? تنضيف الجبن الرومي ده عبارة عن ايه? عبارة عن ازالة الطروف او الحرف بتاع قرص الجبن الرومي اللي موجود في قطعة الجبن الرومي. طبعا بواق الجبن الرومي او اللي احنا بنسميها تنضيف الجبن الرومي ما بتتريميش ولكن بتتحط في اوعية وتستخدم في بعض الصناعات الاخرى زي صناعة المش وصلطة الجبنة المش الجاهز اللي بينجيبه من السوبر ماركت غالبا وحنا بنقول غالبا مش كله غالبا بيكون مصنع من بوائي الاجبان وعلى رأسها بوائي الجبنة الرومي او تنظيف الجبنة الرومي طب مشكلة ده ايه من ناحية صحية ان اثناء تصنيع بعض انواع الجبنة الرومي بيحصل فساد للجزء الخارجي من قرص الجبنة بينمو عليه بعض الفطريات اللي هي بعض الاعفان وبعض البكتريا غير المرغوب فيها وده ممكن يفرز مواد ممكن تكون مضرة وبالتالي البوائي دي لو دخلت في صناعة اي منتق غزائي اخر بتكون مضرة على الصحة العام عشان كده المفروض ان احنا نتجنب شراء سلطات الجبنة الجهزة اللي موجودة في السوبر ماركت ونعملها في البيت بالجبنة اللي احنا بنشتريها وفي نفس الوقت برضو نحاول بقدر الامكان نتجنب شراء المش الجاهز اللي موجود في السوبر ماركت لان مش كل الناس احنا برضو ممكن تكون فيها بعض الاعفان او بعض البكترية طب احنا لو عايزين نعمل المش في البيت او الجبنة القديمة زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي قبل كده ممكن نعملها بالجبنة القريش واتكلمنا عن طريقة بالضبط وممكن نعمل الموضوع ده في فيديو منفصل بالطريقة العملية وممكن برضو للناس اللي سألت عن استبدال الدنكار بعرق الحلاوة عرق الحلاوة ده مستخلص لنبات بيتباع عند العطار فيه مادة اسمها الصابونين والمادة دي ممكن تكون طريدة للحشرات بتمنع الددان افضل من الدنكار اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقات اللي قبل كده يعني نصنع المش والجبنة القديمة في البيت افضل ما نشتريهم جاهزين من السوبر ماركت خصوصا كمان صلاتة الجبنة وده ياخدنا للحاجة التالتة اللي المفروض نتجنب شراءها من السوبر ماركت من منتجات الالبان وهي الجبنة الرومي المبشورة الجاهزة كتير من وصفاتنا بنحب نحط على الوش جبنة رومي مبشورة المفروض ان احنا نعمل ايه نشتري قطعة جبنة رومي صحيحة ولياكل ربع كيلو ونخلي الباقع ما يقطعهاش يخليها زي ما هي كده قطعة واحدة ونبشر منها كل ما نحتاج افضل ما نجيب الجبنة المبشورة الجاهزة لان الجبنة المبشورة الجاهزة انا مش ضامن هي اتبشرت من جبنة رومي شكلها عامل ازاي ممكن الجبنة رومي دي قرآن رابط تفسد ممكن تكون نامع عليها بعض الفطريات ممكن تكون نامع عليها بعض البكتيريا وهو هيبشرها فالبشر هيخبي النوع الرومي الصحيحة ونبشرها في البيت وده ياخدنا لحاجة مرضو المفروض ناخد بنا منها ولو انها مش منتكات الالمان بس الشائب الشائي اسكر اللحمة المفرومة اللحمة المفرومة الجاهزة المفروض ان احنا برضو ما نشتريهاش جاهزة عند الجزار او جاهزة من السوبر ماركت المفروض نختار الاطعية اللي احنا عايزينها حسب المحتوى الدهني اللي احنا عايزينه ونخلي الجزار او نخلي الموظف اللي في السوبر ماركت يفروم هالنا ما ناخدش من لحمة المفرومة الجهزة لانه غالبا بتكون معمولة من قطعيات لحمة السوبر ماركت عارف او الجزار عارف انه هو مش هيعرف يبيعها صحيحة زي ما هي فبيستخدم قطعيات فيها شغط فيها نسب دهنة عالية فناخد اللحمة الصحيحة زي ما هي ونفرومها حسب القطعية افضل ما نشتري لحمة مفرومة جهزة خلاصة الحلقة النهاردة تجنب صلاتة الجبنة الجهزة تجنب المش الجهز الموجود في السوبر تجنب اللحمة المفرومة الجهزة تجنب الجبنة الرومي المبشورة الجهزة لان الحاجات دي كلها ممكن تكون معمولة من منتجات بطريقة من الصحيحة يا رب اكون قدرت فيه حضراتكم النهاردة بمعلومة واشوفكم على خير الفيديو الجاي